انه مسألة تأهيل وإعداد اللي بيسافر ويحترف برة دي مهمة جداً جداً مش إعداد فني وفي كرة القضب بط خالص ممكن يكون نص ونص على فكرة ويسافر ويشتغل ويبقى تمام بس يبقى عنده القدرة ان هو يكمل المشوار انت عندك مين؟ تكلم مع محمد صلاح محمد صلاح يعني ده حاجة نبت طبيعي من عند ربنا لا ليه علاقة ده حاجة ولا بتاع لا صنوع ولا حال لا ولا حد صنع ولا حي على أي حاجة خالص وبالتالي احنا محتاجين ان احنا يمكن المشاريع الموجودة دلوقتي والمهاردة في بعض القطوات الهيلة جداً اللي مشى فيها الشرك المتحدة بشكل كبير في السقة دي كلها ومسألة الاهتمام بالأكاديميات مسألة الاهتمام بالبراعم الصغيرة والناشئين ودور الأكاديميات وانا كنت في قريب في مؤتمر حاجة زي كده دي بداية الصناعة ان انا حربي الناشئ بحيث يستطيع ان هو يكمل المشوار لان الفكرة بتاعة الأكاديميات ودور الأكاديميات والشركة المتحدة واستادات والمجموعة دي بتحضر هتحضر دي أول خطوة في صناعة كرة القدم بكل أسف ما عملاش اتحاد الكرة الذي يحتاجه دائماً إلى مساعدة من يفكر له احنا سنين طويلة ما شفناش فكر مثلاً لمستقبل صناعة كرة القدم اطلاقاً لا عارفين يرنزموا مسابقة ولا عارفين يعملوا انتظام في الجداول ولا بيحطوا سياسات للمنتخبات الوطنية ماشي كده بلاموطي احنا بنلف دايماً في دايرة مين مدرب المنتخب ده الأول ولا الشباب ولا الأولمبي أو بندير أو بندير في فكرة انه مين رئيس لانية الحكام ومين اللي هيدير الحكام بس يعني وكأنه وظيفة اتحاد الكرة الحكام ومدرب المنتخب بالضبط يعني احنا يعني اأمل ان في الفترة اللي جاية يعني حصل بعض القطوات اللي جات متأخرة لكن احسب ما فيش اللي بتساعد وبتساند الاتحاد الكرة وهو مجرد برواز يعني نأمل ان شاء الله من عن برنامج حضرتك من هذا المنبر ان ان شاء الله يعني شهرين ويبقى في انتخابات يا اخواني في انتخابات الاتحاد الكرة مطلوب ايه بقى من الناس اللي جاية الجديدة دي او مطلوب ايه أصل او مطلوب مين يبقى موجود في اتحاد الكرة هي حكتين حضرتك معافقة دي من الاضايا الخطيرة جدا فضل افد انه لابد من البحث عن الكوادر التي تستطيع ان تقود في المرحلة القادمة لان انت لو سبتها لنفس الشلة او نفس المجموعة البني ادم ما بيغيرش طبعه اوعى تفتكر ان انت طباعك بتتغير تغير يا رفاة كريم الطبع الفلاني صعب وبالتالي المجموعة التي يعني عملت اللي عليها حاول وما قدرتش الكلام ده كله مش هينفع نمشي في نفس السكة دي وبالتالي الشعرين دول لابد من انه الناس اللي عندها القدرة ان هي تساعد ان احنا ندور عليها هي مش هتيجي فيه ناس تفشانة فيه ناس كتير محترمة تفشط لانه بيجي يخش على الانتخابات بيلاقي الضحكة الحلوة للجماعية العمامية الابتسامة الضريفة النقطة الهنجرة بقى ونظام الهجايس يجيب نتيجة ماينفعش وانا بقافش اعمل ده انا بقافش اشتغل انا بقافش اشتغل يبقى انا عايزين حاجتين عايزين ناس تقدر فعلا عندها شخصية وعندها الفكر وعندها الثقافة ويبقى عندها ودول موجودين في البلد مش عايز اقول اسماع عشان ما بقاش انا بقول حاجة يعني وكي انها دعايا ليهم يعني فيه 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 اما وانه القدر كتب علينا ان معظم الناس اللي جات ممكن تيجي تاني اما فالناس دي لازم تدينا امارة انا عارف انا بكلم مين بوجه رسالة مين يعني اللي بتقال انه هم جايين يديلي امارة انه هو حيديني حاجة مختلفة انه يديلي برنامج يا راجل ده ماشي كده ما شفتش انا خمسراشر سنة قليل في اتحاد الكورة عمرك شفت حد يجيب سياسة هيعملها ولا نظامها في الخمسراشر سنة بس اللي فاتوا على الاقل من عشرين عشرة بعد كده شوفنا حاجة في الخمسراشر سنة ولا حاجة لا ولا عود انتخابية ولا برامج ولا اي حاجة ولا اي نظام سيادتك اعمل لي برنامج حضرتك ويديلي فترة زمنية ليه وازي هتعمله واي معاييرك واي شروطك واي ناس رستعين بيها مين اللي حيسوق معاك سيادتك ما تقدرش سوق لوحدك تحد القورة الحالي واللي قابله من ايام ما علينا معرفش سوق فتعرفوا في الحياة اكتر من مرة وبالتالي نحن امام يعني مرحلة انتخالية مفترق طرق يأتي في اعقاب دورة اولمبية حصل فيها ازمات وخلافات وسيادة الرئيس وجه بعد الدورة الاولمبية بقعادة تقييم عمل الاتحادات بعدها بشوية قبل ما تطلع النتائج دي طلع سبع توجهات الرئيس بتقييم الرياضة كلها والاتحادات والمصروفات اللي صرفت ايه ورد الفعل ايه والفلس بتروح فين وبتيجي من اين وبتعدوا الابطال ازاي خريط الطريق كاملة دورة الرياضة المصروفية في سبع توجهات نأمل ان شاء الله بالرد عليهم من المختصين لسه ما لسه ما عرفناش رد الفعل ايه نتيجة البحث في هذه التوجيهات لإظهارها للشارع وللرأي العام بان احنا والله اللي نجحوا كذا اللي فشلوا كذا تقييمنا للأداء كان كذا المشروفات راحت صح الناس اللي اخطيت الناس اللي هرتلت ده مطلوب جدا جدا ده في الوقت اللي بيمشي معاه الشكل التحدي كله بولق عليه كان بيقوله بعد الدورة أولمبية وبالتالي سيادتك كمسؤولك ومك معني بالرياضة في مصر انا الاوانة لك ان انت تنقل الرياضة في الفترة دي في الشهرين دول من العك اللي حصل في السنين اللي فاتت والأخطاء الكتير اللي في الدورة في الدورة الأولمبية والخلافات اللي كانت بينلعيبة وبالاتحادات ومعش اقول كلام كتير كل الناس كلمت عنه اذا ان احنا محتاجين بالنسبة للكر عشان ما يتغلش عليك عايزين مين يعني الاسماء وازاي تم اختيارهم يعني عايزين الناس اللي هنختارهم وعايزين الجمالة العالمية مرة في حياتها تحسن الاختيار تحسن الاختيار